العقرب، العقرب أكثر المعرضين لإصابة بجنون العظم يعني لو في جنون العظم بس دي حاجة معروفة اللي مش معروفة والله متوقع هو ما بيقولش على نفسه كده هو ما بيقولش بسهو عنده إيجو عالي أو عندها الإيجو عالي تب أنا قلت أنا بأشوف لكو سر كده أنا ما فتنتش عليهم الرجالة زي الستات الاتنين أكثر المعرضين أيوة ستات نفس القصة لو في مرض نفسي كمين اللي حيتصاب بجنون العظم مرض نفسي هو إيجو علي ويه؟ عدم انسياع لأي رأي غير رأي طب حقول لكم سر تاني العرب ممكن يبين لك أنه هو مش مهتم وهو أكتر المهتمين وممكن يبقى قاعد في مكان مبين لك أنه هو لا شايفك ولا أنت تعني له حاجة لكن هو شايف وعارف ومهتم جد عرفوا دي عارة العرب؟ يعني كل ما أبدى لك لا مبلاء وعدم اهتمام هو على العكس ده هيبقى بيعنيها لك فكرة أن أنت تبقى مخلية بارك لو في حياتك عقرب أنه هو مش عبيب لا وحيوسطل لك ويصدر لك إحساس هو أنك مش مهتمة بس هو أكتر المهتمين هو بيصدر الإحساس العكسي العكسي اللي هو حاسسه طيب مهما قال لك العقرب أنه هو كشف لك كل أوراقه العقرب لسه فيه أوراق متخفية او عتصدق أن العقرب بيكشف لك أوراقه كامل يعني العقرب مش كتاب مفتور ولا عمره حيقول لا فيه أوراق مخفية